أفشلت القوات المشتركة في غطاء صبيرة الجب هجوماً للميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مواقعها شمال معسكر الجب ووادي صبيرة جنوب غرب مديرية قعطبه بمحافظة الضالع والصادر ميدانية أفادت أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة الميليشيا الحوثية الهجوم بين سقين باتجاه وادي صبيرة وشمال معسكر الجب مسنودة بقصف مكثف إلا أنها فشلت وانكسرت بعد أن تكبدت خسيرة كبيرة في صف عناصرها المهاجبة كما تمكنت مدفعية القوات المشتركة في وقت سابق من استهداف آلية تابعة أو آلية تابعة للميليشيا الانقلابية كانت متمركز الشمال غرب من طغط صبيرة وقال البصدر أن الميليشيا الحوثية الانقلابية تلقت ضربات موجعة بمواجهات بمختلفها دموع الأسلحة وسقط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح